تقيق المصلحة الاقتصادية والمالية للعراق ليس معياراً كافياً لتقييم نتائج زيارة رئيس وزراء العراقي الولايات المتحدة من قبل القوى الشعية المشاركة في حكومته والمشكلة لمضلتها السياسية فمصلحة إيران وحلفائها من أحزاب وميليشيات شعية تأخذ أيضاً بعين الاتبار في الحكم على الزيارة وعلى نتائجها هذا وتخشى الأحزاب والفصائل الشعية العراقية التي لا طالما استخدمتها إيران كحراس لنفوذها في العراق وأدوات لتحجيم نفوذ خصومها هناك وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى مقارعة الوجود العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية ومحاولة إنهائه أن تتمكن واشنطن أيضاً من إضافة نفوذ اقتصادي كبير لها في العراق بينما كان الهدف هو تقليص نفوذها السياسية والعسكرية والأمرية متماعي أنهما لم تسفر زيارة رئيس وزراء العراقي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن تقدم يذكر في موضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق لكنها حققت تطورات مؤكدة في مجال التعاون الاقتصادي ما بين بغداد وواشنطن ومن بين تلك التطورات ما يمكن اعتبره انتقاصاً مباشراً من نفوذ إيران في العراق ومثلها إبرامو سلسلة من الاتفاقات ما بين شركات عراقية وأمريكية لاستغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط في توليد الطاقة الكهربائية محلياً وبما يقلل الاتماد على إيران في مجال الطاقة ولطالما أيضاً مثل تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية الأمريكية بعد أن ظلت واشنطن منذ أربع سنوات مضطرة لإصدار عفاءات لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران حتى تتمكن سلطات العراقية من مواصلة استيراد الغاز الإيراني الضروري لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد لكن السؤال الذي يطرح في هذا الوقت هل السوداني قادر على المضي بكل هذه المشاريع ودون أي معرقلات؟